تعاد قليلة رحل الفنان الكوميدي عزيز اللي تشهر في الفترة الاخيرة وخصوصا في الفترة الكورونا على مواقع التواصل الاجتماعي واستمر لحد وقتنا ده لحد ما رحل بالامس في الفيديو ده هقول لكم زوجاية طبعا عزيز عزيز الاحمد الكزم السعودي هم السبب في وفاته ولا ايه اللي حصل خبايا واسرار حضراتكم مش هتصدقوا ما فيه فرق سرعات برضو يا جماعة وهو مش معقولة تعال اقول لكم الحكاية من اولها لاخرها عزيز اتعرف بفيديوهات كوميدية وتعرف كمان باسم عزيز وكوكي كمان كان بيعمل رأسات وحركات تخليك ما بتزهقش منه بصراحة ممكن تتفرج عليه لله نهار وفيه ناس كتير بتحبه كان طبعا لما تشهر اليوتيوبر وبقى ايقونة فيه الكوميدية ناس كتير كانوا بيتلخبطوا ما بينه ما بين كوكسل بابا ودايما كان كوكسل بيظهر مع عمر كمال بسبب الشبه الكبير الي ما بينهم لكن خبر رحيل عزيز كان صدمة كان صدمة فعلا للكل من وقت ما كان بيظهر بشكل طبيعي وبيعمل فيديوهات ومحدش كان متوقع ان هو تعبان او فيه مشكلة زي ما عودنا دايما كان بيطلع وبيظهر حتى الناس اللي معاه محدش طلعوا قال ان هو كان تعبان من قبل كده غير طبعا المرض اللي اتولد بيه لكن سبب رحيله كان صدمة للكل فيديوهات عزيز الأخيرة وظهور الاتنين اللي كان متجاوزهم معاه هو كان بيظهر معاه اتنين ستات كده لكن مش ستات عادية ولا حاجة لا دا ستات زي ما بيقولوا عليهم يحلوا من على حبل عشماوي كان بيطلع في الفيديوهات يجيب لهم هدايا غالية عربيات وخواتم ألماظ وحاجة مفيش بعد كده ولكن الله بقى يسمحهم او الله لا يسمحهم الله اعلم هم السبب في اللي هو وصله عارفين ليه دا اللي احنا هنقوله دلوقتي الغريب انهم كانوا دايما في كل الفيديوهات بيطلعوا ان هم متجاوزينه عن قصص حب كبيرة جدا وانهم بينفزوا كله اوامره وبيخافوا منه وعملن له الف حساب كان بيظهر معهم عصبي وطريقته كانت صعبة جدا جدا لا ما كانش طبيعي ولا كان مفهوم للجمهور لان شكله من حيث الشخصية دي ما يبانش عليه ان هو بيعمل كده وبدأت الكومنتات يحذروه الشي لا تقيل عليك مش معقولة الاتنين عايزين قدرات خاصة واللي يقوله انت عسله لسه صغير واللي يقوله انت لسه ما بلغتش وشايفينه انه هو لسه طفل صغير لكن الناس كلها ما تعرفش انه هو في اواخر الى عشرينات هو توفى عن عمر يوناز 27 سنة ناس نصحوه قالوله ليه ما بتروحش الدكتور تغزية او بتنزل الجم علشان يقدروه وتفضل كبير في عيونهم قاعد يقول لنفسه انا هعمل ايه انا هعمل ايه وما فيش الاجمل منهم الجميلة اللي فيهم بصراحة اللي هي مريم او كوكي بعد كده ظهرت ببطن منفوخة وفضلت شهورة على الوضع ده وعملوا حدوتة انها حامل منه وانها كمان خلفت وعملوا حفلة كبيرة وقت ما ولدت ولي العهد الجديد عزيز كان فاكر ان خلاص كده رجلته اتردت له قدام كل الناس اللي تريقه عليه ولكن للأسف ده التريقة زادت اكتر واكتر والكومنتات اخدت سكة هو امرتك حامل من مين يا عزيز حبي يثبت ليهم للمرة التانية انه هو شهريار عصره زمانه وقال هيخلي كوكي تظهر وهي حامل وتظهر وهي بتولد انه هو كان متجاوزها يمكن الناس تسكت لكن المرة دي الشيلة كانت اصعب كمان وما استحملش التنمر والسخرية اللي اتعرض فيها وللأسف راح فيها وبعد ما الاتهامات توجهت من رواد السوشيال ميديا للزوجتين انه ممكن يكونوا هما السبب في موتوا مواقع كتير طلعت توضح الحقيقة ان عزيز من الاساس ما كانش متجاوز ولا من الاولى ولا من التانية وكل الحوار ده علشان الشهرة طبعا ناس كتير زعلت على عزيز بعد رحيله انه هو توفق طبعا بسبب مرض الهرمونات من وقت ما تولد به في سوريا واثر على جسمه